قال رئيس رجلة التفاوض المشاركة لدول التحالف للأسرى والمحتجزين اللواء الروك الناصر بن ثيان إن ما يتم تداوله على لسان بعض القيادة بلجلة الأسرى التابعة للحوذين وبعض منصات التواصل التابعة لهم من عدم الاعتراف بدفعة الأسرى 104 تزييف للحقائق ويمثل إجراء غير أخلاقي ولا إنساني وأضاف أثيان في تصريح لوكلة الأنباء السعودية واسى أن تزييف الحقائق بشان مجموعة الأسرى من الدفعة الأخيرة بعملية تباذر الأسرى والمحتجزين امتداد تنكر الحوذين في استقبال عناصرها ومقاتليها بجولات سابقة وامتداد لسلوك الحوذين لمبادرات سابقة مؤكدنا أن ذلك يفسر انتقائية في الاعتراف باستقبال أثماء وشخصيات معنية ذات انتماءات اجتماعية وطبقية وإن عدم الاعتراف ببعض الأسرى يأتي في سياق موقف الحوذين الحالي من تغير التحالف والولاءات الداخلية وانعكاسها على الأشخاص والمقاتلين الأسرى من هذه التحالفات والمكونات أو في سياق التهميش الاجتماعي العنصري والمناطقي اشتركوا في القناة